اشتركوا في القناة الشوط الأول الخاص ببطاقة التاهيل نسير مشاهدين الكرام مع شوطنا الثامن في مجموع الأشواط الصباحية هنا على أرضية هذا الميدان والشوط الأول الخاص ببطاقات التاهيل نسير مع البداية نسير مع الصدارة ونتابع المقدمة مشاهدين الكرام الخاص بالأبكار المحليات اللقاء الأصائل البداية هناك هناك الطروقية على المركز الأول وصدارة هذا الشوط محمد وراشد من سعيد الاكتباء يقدم لنا الطروقية على الصدارة وعلى البداية المركز الثاني هناك هملولة خميس من محمد بصوب الاكتباء مع المركز الثاني والمركز الثالث ثالث المراكز هناك الوصول أيضا والتحدي الرائع هناك من واصلة شاهنية راشد من أحمد بن عمهي المنصوري مع المركز الثالث والمركز الرابع رابع المراكز هناك سهرة وصلت سهرة حمدان بني مع بن أحمد بن كديدة الفلاسي يقدم لنا سهرة مع المركز الرابع والمركز الخامس خامس المراكز هنا الوصول من جلمودة محمد بن بطي بن سهيل العامري يتقدم على المركز الخامس والمركز السادس سادس المراكز مشاهدين الكرام من خلال تواجد الأسماء من خلال أيضا التنافس المتميز الخزنة الخزنة تتقدم علي بن جابر بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحباب يتقدم سادسا والمركز السابع سابع المراكز من الجانب الآخر حشيمة محمد بن سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري سابعا والمركز الثامن ثامن المراكز هذه هي وبره محمد بن عتيج بن عبيد بالهلي الهايلي مع المركز الثامن والمركز التاسع تاسع المراكز هناك الإيريدية تتقدم الإيريدية محمد بن علي بن محمد بن مبارك المنصوري مع المركز التاسع والمركز العاشر عاشر المراكز ملوح سيف بن مبارك بن هواش الخيلي يتقدم على المركز العاشر هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلقة ولكن نعود مع البداية نعود مع الصدارة شغب على المركز الأول شغب على الصدارة محمد بن سلطان بن رشيد الاكتبه يقدم لنا شغب البداية المركز الثاني هناك الطروقية تتقدم الطروقية محمد بن راشد بن سعيد الاكتبه يتقدم على المركز الثاني والمركز الثالث ثالث المراكز هناك الوصول من الشاهنية راشد بن أحمد بن عمهي المنصوري مع المركز الثالث والمركز الرابع رابع المراكز هناك الوصول أيضا من سهرة حمدان بن أحمد بن عمهي المنصوري يتقدم على المركز الرابع والمركز الخامس خامسة المراكز الخزنة علي بن جابر بن محمد بن مصلحة الأحبابي يتقدم على المركز الخامس والمركز السادس سادسة المراكز مشاهدين الكرام هناك الوصول من حشيمة محمد بن سالم بن مسفر بالقبع المنصوري سادسا والمركز السابع سابع المراكز وبره محمد بن عتيج بن عبيد بن سعيد بالهلي الهايلي على المركز السابع والمركز الثامن ثامن المراكز مشاهدين الكرام الشاهنية سالم بن هويدن بن ذيبان الاكتباء مع المركز الثامن والمركز التاسع تاسع على المراكز هناك الوصول من هملولة حمد بقانب بن علي بن حمودة الظاهري وصل بن حمودة وصل الشعار الاقتصادي ويقدم لنا هذا الاسم هملولة مع المركز التاسع والمركز العاشر من الجانب الآخر هناك الوصول أيضا والتحدي الرائع من ملوح سيم بن مبارك بن هواش الاخيلي هكذا الأسماء المتحدية مشاهدين الكرام الكل يبحث عن إنجاز الكل يبحث عن بطاقة تهيلية في هذا الموسم خلاص قربنا من الختاميات قربنا من أيضا التحديات المتميزة نعود مع البداية نعود مع الصدارة نعود مع الشاهنية اللي غيرت البداية وانطلقت بناموس هذا الشوط راشد بن أحمد بن عمهي المنصور يقدم لنا البداية المركز الثاني شغب شغب مع المركز الثاني محمد بسلطة بن رشيد السويدية تقدم على المركز الثاني والمركز الثالث ثالث المراكز هذه اللي وصلت الخزنة علي بن جابر بن حمد بن مصلح الحبابي يتقدم بن مصلح مع المركز الثالث والمركز الرابع هناك سهرة حمدان بن يمع بن حميد بن عمهي المنصوري مع المركز الثالث ووصل بن حمود الشعار الاقتصادي هملوله حمد بن غان بن علي بن حمود الظاهري على المركز الخامس والمركز السادس هناك ملوع سيب بن مبارك بن هواش اللي خيلي على المركز الخامس والمركز السادس هذه هي هملوله خميس بن محمد بصوب الاكتبية تقدم ولكن نعود مع الالف وستمية الواصلة هنا الف وستمية الف وستمية والامتار تتناقص والبطاقة عند خط النهاية ولكن شغب شغب مع المركز الاول شغب مع الصدارة محمد بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم مع شغب هو المشاغب لا زال مع الصدارة مشاغب الناموس مع المركز الاول المركز الثاني ثاني المراكز الشهنية راشد بن احمد بن عمهي المنصوري مع المركز الثاني والمركز الثالث الله يا الخزنة وصلت الخزنة وصلت الخزنة بمفتاح الخزنة عندها ايضا هناك عند خط النهاية هناك مع المركز الثالث الخزنة علي بن جابر بن حمد بن مصلح الاحبابي ومن الجانب الاخر من الجانب الاخر يلا يا ابن هواش من لوحس ابن مبارك بن هواش الأخييلي مع المركز الرابع والمركز الخامس خامس المراكز من الجانب الآخر اللي تتقدم بأول نده شكله 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 ثاني بن عبيد بن سعيد بيكديده ولكن شغب هي المشاغب على المركز الأول وصدارت هذا الشوط شغب البداية محمد بسلطاب الرشيد السويدي يقدم لنا شغب على المركز الأول وصدارت هذا الشوط الله يا شغب قامت اتباعد المسافة اتباعد المسافة الله يا شغب الله يا برشيد الله يا السويدي على هذه الانطلاقة المتميزة لشغب على المركز الأول محمد بن سلطاب الرشيد السويدي المركز الثاني الله يا الشاهنية بدأت تتحرك على المركز الثاني الشاهنية راشد بن أحمد بن عمهي المنصوري والوصول الوصول وصلت هناك أيضا وصلت الماهرة سالم بقشاط بن سعيد المحرمي ولكن نعود نعود مع شغب نعود مع شغب على المركز الأول محمد بن سلطان الرشيد السويدي هو من يقود شغب نحو الفوز ونحو الانتصار ولكن هناك من الجانب الآخر اللحظات الأخيرة شغب شغب على الصدارة شغب على البداية شغب مع الناموس شغب مع بطاقة التاهيل اللولة ولكن الله هناك حشيمة 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 غيرت حشيمة انطلقت محمد بن سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري غير باللحظات الأخيرة غير باللحظات اللخيرة يا السلام ولكن الشاهنية الشاهنية من الجانب الآخر الشاهنية الشاهنية يا السلام يا السلام اللحظات الأخينا حشيمة تهانينا ونموس لمالك حشيمة على هذا الفوز والانتصال محمد بن سالم بن مسفر بالقوبة المنصوري المركز الثاني الشاهنية أدت عرض يشكر عيه راشد بن أحمد بن عمي المنصوري المركز الثالث كانت في أيضا شغب محمد بن سلطان برشيد السويدي هكذا مشاهديننا الكلام